فيما يخص اليوم التخبط بقرارات وزارة التعليم يعني ده شو بين فترة واخرى ده يطلع قرار شكلي يعني يوم يقولون دوام حضور يوم يقولون لا راح يكون الكترون يعني سبب رأيك التخبط بهاي القرارات احنا بالنسبة للوزارة التعليم كان رأيها موحد منذ البداية هو التعليم المدمج بالنسبة فيما يخص وزارة التربية أنا ما أعرف ما مطلع على قراراتها لكن فيما يخص وزارة التعليم العالي والجامعات كان رأينا واحد منذ البداية تبني التعليم المدمج لامتحانات حضورية بشكل 100% للمجموعة الطبية ووضع 50% أو 60% أو 40% من نسبة الامتحانات الحضورية للمجموعات الهندسية والإنسانية لماذا هذه الخطوات مثل ما تحدثت بالبداية يجب أن نحافظ على رصانة التعليم جعل سمعة التعليم في العراق في مصاف الدول الجيدة في هذا المجال الحفاظ على جودة التعليم الحفاظ على منتج من الطلبة بحيث يكون طلاب خريجين دون مستوى عالي في العلم والتعليم نعم زين استثار خلال فترة الامتحانات أكو طلاب انصابوا بالوباء أثناء حضورهم للجامعات الحمد لله والشكر بدل الآن اللقاح ينتشر بشكل واسع وسهل الحصول عليه عملية الإصابة ربما تكون واردة لكن احنا في الجامعة التكنولوجية كانت الإصابات قليلة وتكان معدومة كيف؟ لأن عملية تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي مطبقة بشكل متكامل فضلا عن تزويد جميع الأقسام والمرافق بالجامعة بأجهزة التعقيم التي وضعتها الجامعة بالإضافة إلى تبرعت بها كثير من المنظمات التي ساعدت كثيرا في الحفاظ على وضع أجواء صحية مناسبة نعم زين دكتور سارد نعرف اليوم فوائد التعليم الألكتروني وأضراره اليوم على المجتمع نعم التعليم الألكتروني هو في العالم أو في دول العالم المتقدمة ليس بعامل جديد بالنما يستخدم منذ سنوات بعيدة لكن وضع العراق أثناء جاعة كورونا عجلت بدفع العراق باستخدام هذا العامل لكن هذا العامل نتيجة حداثة تطبيقه في العراق أصبح هناك عدد من السلبيات عملنا على تجاوزها في العام الأول لاستخدامه والعام القادم إن شاء الله سيكون عامل بديل واحتياط إلى جانب التعليم التقليدي الحضوري لمساعدته والوصول إلى أفضل النتائج يعني هذا في حال استمر الوباء في حال استمر الوباء أو عدم استبراره التعليم الألكتروني مهم ويمكن الحاجة إليه في أي وقت يعني يستمر خلال السنوات المقبلة أيضا إن شاء الله لكن إلى جانب أو مساعد للتعليم التقليدي المعتاد عليها والحضور في القاعات الدراسية نعم زين بالنسبة للأضرار التي نعكست اليوم على نفسية الطالب وغيرها يعني تعرف شبكات الأنترنيات وغيرها وأيضا العوامل الاقتصادية لبعض العوائل نعم في العام المنصرم وإن شاء الله سنعاود هذا الموضوع بجهود كبيرة من الوزارة تمت مفاتحة العديد من الشركات الاتصالات خاصة شركة آسيا صغل وشركة زين بوضع باقات مجانية للطلبة أثناء فترة الامتحانات أثناء فترة المحاضرات العمل على وضع أوقات مخصصة للطلب للذين الذين لا يستطيعون على الاشتراك بمبالغ كبيرة في الانترنيت وحققت الوزارة في العام المنصر بهذا الموضوع ومنحت تقريبا أكبر عدد من الطلبة هذه الباقات المجانية للاستفادة منها للحصول على المحاضرات وأداء الامتحانات بشكل سلسل زين يعني أكد ترحب من قبل الشركات بما يخصى للتعاون ما بين الطرفين نعم ما حصل في العام السابق تعاونه بشكل كبير تم تزويد هذه الشركات بإيميلات الطلبة الدراسية وتم منحهم على ضوءها باقات مجانية أو ساعات مجانية للاستفادة منها في مجال المحاضرات وأداء الامتحانات بشكل سلسل زين بالنسبة لجودة الانترنيت شون كانت؟ كانت جيدة اعتمدت على تزويدهم عبر الخطوط في الهواتف المحمولة بتوقيتات محددة بكميات ووسعات محددة سهلت الكثير من هذه الأمور وتقليل من الصعوبات التي واجهها الطلبة نعم لكن ستهبة أهم أن أريد أذكر محور مهم نعم أنه عملية جودة الانترنيت ليست هي صعبة فقط على الطالب كذلك الأستاذ الجامعي أكيد في إعطاء المحاضرة في تخصيص وقت مسائل لهذه المحاضرة في تخصيص وقت ومكان عزلة في منزله لإعطاء هذه المحاضرة والتعاون مع الطالب من أجل نجاح العملية الدراسية نعم أكو أصلا ما عدهم مكان مخصص داخل البيت أنه ممكن يقدر يتعامل بي ويالطلاب ويمكن يشرح لهم المحاضرات يعني هو جز البيت مكون من غرفة واحدة أو مثلا غرفتين والعائلة مثلا عدادها كل الشبيرة فشون يعني رح يقدر الأستاذ أكيدها من رح تنعكس على نفسية والسبب لثواية أزمات نفسية وغيرها ستهبة أنا أتفق معاكي في هذا المحور اتفاق شديد جدا لكن هذه العملية إذا لم ينتعاون ما بين الطالب والأستاذ والمؤسسة الأكاديمية لن تنجح العملية في ظل هذه الظروف نعم سيكون حمل على الأستاذ سيكون حمل على المؤسسة سيكون حمل على الطالب لكن إن شاء الله في وجود التعاون ما بين هذه الأطراف سننتقل بالعملية إلى النجاح إن شاء الله مثل ما حدث في العام المنصرم رغم بعض السلبيات التي تم تجاوزها في هذا العام الدراسي نعم يعني العام السابق جدا كانت نسبة النجاح الألكتروني نسبة النجاح الألكتروني تفاوتت من جامعة إلى جامعة أي بمعنى أن المزارة وخلية الأزمة وضعت الخطوط العريضة لنجاح العملية لكن هناك حدث بعض التلكع في التطبيق فبعض الجامعات نجحت بتطبيق هذه الخطوط بشكل متكامل وبعض الجامعات أخفقت بشكل قليل في تطبيقها ويرجع السبب أن الدولة مرت في العامين المنصرمين بعدم إقرار الموازنة التي أثرت كثيرا على الجامعات في عملية تجهيز الطلاب والقاعات والمؤسسات بما يحتاج من متطلبات في نجاح العملية الألكترونية لكن إن شاء الله بعد إقرار الموازنة سنوفر جميع التجهيزات اللازمة لنجاح العملية إن شاء الله نعم زينيو شون التجهيزات اللي ممكن تحتاجوها أجهزة إلكترونية لمراقبة الطلبة كشاشات عملاقة كأجهزة تقنية اتصالات سلكية ولاسلكية لتأمين الاتصال المتواصل مع الطلبة نظام الكاميرات سعة أو أجهزة تقوية الأنترنت التي تجعل الطالب دائما أثناء فترة الامتحان بشكل مباشر مع اللجنة الامتحانية بالإضافة إلى توفير جميع متطلبات التعقيم وأجهزة الفحص التي تساعد الطالب أو تأمن الطالب أثناء تأدية الامتحان الحضوري في القاعدة الدراسية نعم زيني ساري نريد أن نعرف اليوم أهم المعوقات التي تقف أمام التعليم الألكتروني مثل ما تحدثت أهم المعوقات التي تعمل على تجاوزها إن شاء الله بالمستقبل نعم هو عملية صعوبة توفر خدمة الأنترنت للطلاب بشكل متواصل وقوي تهيئة أنترنت مجاني للذين لا يمتلكون المال في الاشتراك به عملية تهيئة الأجهزة والمستلزمات اللوجستية لنجاح التعليم الألكتروني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية نعم زيني دكتور ريد نعرف اليوم أكو ترحب من قبل الطلاب في ما يخص هذا التعليم نعم أنا بصراحة التقيت في أكثر من قناة فضائية بشكل مباشر مع الطلبة للاستماع إلى ما يجول في خواطرهم هم مرحبين في التعليم الألكتروني ومرحبين في التعليم الحضوري أيضا ولكن هم دائما في دور المناشدة لمساعدتهم لشد عزيمتهم لتقويتهم من الناحية المعنوية لوضعهم في بودقة النجاح نعم يعني نكون لهم عامل مساعد للوصول إلى النجاح وليس عامل سلبي في ضدهم أو تكليل هذه الجهود بالنجاح والعبور إلى مرحلة آخر